وأعتقد مش إحنا بس اللي رجعنا لكم كمان فريق النادي الأهلي رجع لاستئناه في التدريبات ولكن المرة دي مش في النمسا وليالي الأنس في فيينا لا المرة دي في ليالي التتش وعادة النادي الأهلي ليتدرب في القاهرة استعدادا لمباراة السوبر يمكن معانا كالعادة لقطات حصرية بتشوفها فقط على شاشة قناة النادي الأهلي من قلب ميران النادي الأهلي وأعتقد أنت شفتوا أكيد في النمسا إزاي الحالة اللي كان عليها اللاعبين يا أسامة واستعداد اللاعبين وأعتقد الحالة نفسيا تبين أن احنا إن شاء الله بإذن الله رحل موسم مختلف يمكن بس كابتن خالد بيبو كان له تعقيب بعد انتهى المعسكر بوضوح وقال أن المعسكر يعني أدى الغرض منه على الجانب البدني والجانب الخططي والجانب الفني أنا بشوف أن الجانب الزهني والنفسي أعتقد كان مهم جدا للعبين بعد الموسم المضغوط وبعد مجموعة من المواسم المتلحمة كنا نفتقد فيها لمعسكرات في الأجواء اللي زي دي فالحياة المعسكر ده أنا بالنسبة لي بشوفه هو نوع من أنواع أو أفضل أنواع تكريم اللاعبين دول على إنجازهم الموسم الماضي أنهم ياخدوا معسكر في النمسا شفنا المكان كان مختار بعناية فائقة شفنا المشاريع الطبيعية فرس يمكن بعض اللاعبين كان بيعلق على أنه مش عايز يجي من هناك يعني الحقيقة فالمكان كان رائع جدا ممكن حتى أستاذ عاب الخطيب قبل الهوى كان بيقول لنا أنا هناك كنت أفضل بقى مش هقول الجملة الباقي عشان ما ضيعوش كناك كنت أفضل أعيش على طول فالحقيقة يعني المعسكر كان رائع من الجانب النفسي وعايز أقول لكم أن الاستفاد من المعسكر ده أكتر من اللاعبين اللي كان عندهم موسم متلحمة أيضا اللاعبين الجدد واندماجهم مع الفريق فارس لأن دي نقطة مهمة جدا شفنا السياق من القصة بتاعت التدريب والكلام ده والالتزام والمبرار والدية اللي فوزنا فيها لكن فيه جوانب وأمور اللي كانت المسابقات والتحديات اللي بين اللاعبين إزاي اللاعبين القدام يعني خدوا اللاعبين الجدد لأجواء النادي الآهلي لعب زي إمام عشور يدخل في الأجواء دي ريدا سليم يدخل في الأجواء دي طبعا يعني كريم ندفد وصراحة محسن مش جداد على النادي الآهلي وتحديدا كريم ندفد ابن من أبناء النادي الآهلي أعتقد الأجواء دي ساعدت بشكل كبير جدا على حالة نفسية وزهنية مهمة نتمنى يا فارس بقى تتوج أمام اتحاد العاصمة الجزائري بأنك تحقق اللقب وتبقى بداية موسم محترمة طبعا يعني في زولة أجهزة جديدة خد بالك طبعا بص أجهزة جديدة كولر في القصة دي يعني اللي الواحد بيشوفه كتير جدا من صور التدريبات بره بقيت تبدأ تشوفه في النادي الآهلي وأنا بقول تبدأ لأن احنا فعلا كنا محتاجين الخطوة دي حتى أسامة خطوة القياسات البدنية اللي عملناها السنة اللي فاتت كانت حاجة مهمة عايز أولك حتى كمان ما فوتش فرصة وجاب أجهزة من هو في معسكر نمسا قدر مع يعني إدارة النادي الآهلي أنه يجيب بعض الأجهزة للتدريبات من بلجيك على ما أعتقد طبعا يعني أكيد إن شاء الله موسم جديد يكون مهم جدا وصلاح محسن هو في الصورة أكيد برضو عليه مسئولية كبيرة السنة دي أنه هو يثبت أنه هو راجع عشان يعمل شيء مختلف مع مدير فني بيعتمد كثير جدا بالأمور البدنية أعتقد زعلوك أيضا يعني من الناس اللي بيعقد عليها أمال إن هي تدي الفريق كتير في النهاية يا أسامة زي ما أنت تكلمت الجانب النفسي كان مهم جدا وشوش اللاعبين حالة الراحة النفسية نسيان الضغوط وحلو جدا إن أنت تبدأ بعملية المشاعر النفسية الإجابية دي والطاقة الإجابية اللي كتير جدا كنا بنفتقطها وأنا بقول إن دايما كان مستر مانويل جوزيب بما إننا كنا بنذكره في بداية الحلقة كان من الناس اللي رغم تلاحم المواسم ورغم الضغوط ورغم أمور كتير جدا كان بيبقى أسامة دايما حريص على فكرة المعسكر الخارجي كان بيحبها جدا ويشوف إن هي مهمة جدا إن هي تدي اللاعبين طاقة فعلا في النهاية القصة مش مباريات أكيد لأن دي مش الفكرة أنت الفكرة أن أنت توصل اللاعبين كلهم لحالة زهنية ونفسية وبدنية ويمكن فنية تكون متقربة أكيد مش متساوية في بداية الموسم كان شيء مهم جدا بظهور يا فارس برضو يعني إمام عشور قدامنا وردا سليم وبعض اللاعبين ولكن خلينا أخصك إمام عشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد أيضا استفادوا من المعسكر دا استفادة مهمة جدا إنهم اطمئنوا تماما مع الطبيب المعالج على حالتهم الطبية آه على حالتهم الطبية وأصبحوا جاهزين للمشاركة بنسبة كبيرة وده اللي خلينا نشوف لعب زي إمام عشور كان بعيد عن التدريب وعن أمورات أربع شهور إنه يرجع فيه أمورال وديع وخد وقت أكتر مما كان يعني كولر يحطه في حساباته يعني هو إمام عشور شارك؟ آه تقريب كان ناس بطول لسه قدامه يعني خمس ست سبعة تمام شهور آه آه لكن الحقيقة لا إمام شارك ويعني ممكن يكون بشكل أو بآخر عنده في حسابات كولر كجزء ممكن ربما آه نعم سبعنا بسه بيدخل وبعيد للإصابة أكيد طبعا القصة تدريجية يعني ولكن في النهاية الحالة الفنية والطبية جيدة جدا ويمكن الناس شافت معنا اللقطات اللي فيها الاستعداد لمباراة السوبر مباراة مهمة جدا يا جماعة ومهمة جدا أن احنا نبدأ الموسم بده وبما أنك بتتكلم عن إمام عشور إمام عشور ليس له سوى الملعب لأن إمام عشور هتكون أصوات كتير جدا وأقلام كتير جدا بتنتظر لإمام عشور أي حاجة ولكن أعتقد هو يعي ده جيدا ويعرف أن الملعب دائما هو الرد الوحيد للاعب كرة القدم هو عنده الاستعداد ده فارس عنده الاستعداد نفسي عنده الاستعداد ده وعنده الاستعداد يمكن كان فيه جلسات يمكن الكابتن وحمول خطيب عقد جلسات مع اللاعبين وخاص اللاعبين الجدد كان منهم مع عشور يمكن مرسل كلر بيعقد جلسات مع اللاعبين الجدد أيضا بشكل منفصل والحقيقة زي ما فارس قال وشفنا وهنشوف أي حاجة ممكن تحصل في النادي الأهلي على طول هتلاقي اسم إمام عشور بيتم استدعائه زي ما كهربة يعني يمكن أكتر واحد سعيد بقصة إمام عشور دي كهربة أن الضغط يتخاف عليه شوية بدل ما كنت أنا واخد كل الضغط على شيل معايا شوية أمام فعشان كده يعني رفقا جمهيري نيد الأهلي على اللاعبين ننتظر إمام عشور لعيب على المستوى الفني والمهاري لعيب كوالتي عالي جدا إضافة بالتأكيد لنصف الملعب وأيضا رضا أسليم وأيضا كريم ندفد وعودة صلاح محسن نتمنى صلاح محسن يعني يستجيب يستجيب بشكل واضح ويستغل للأمانة أنت لما يكون عندك مدير فني زي مرسل كولر بالجهاز الفني المعاون ده لازم تستغل ده أنت في النادي الأهلي عندك إمكانيات مهارية وفنية تؤهلك أن أنت تكون في مكانة مختلفة تماما بين اللاعبين المصريين فقط ده لو ركزنا في ده هنطلع أحلى شغل مع رجل يعني مكتهد وبيشتغل على كل التفاصيل مرسل كولر هنطلع أحلى شغل إن شاء الله وبإذن الله يكون موسي موفق